هنا قطعة هنا إشارة موسيقى موسيقى أحد صديق تحرفت عليه هذا الصباح موسيقى 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 السلام عليكم الأخوة الكرام ومتحياتي لكم ومتمنى تكونوا بصحة جيدة معكم أنوار ديتاك في فيديو جديد وهذا الفيديو هذا هو عبارة عن تحدي بين كاشف المعادن وميغناطيس النضيوم وبالنسبة لشروط تحدي فاللي غديلقى أكبر عدد دي القطعة هو اللي غديلقى فائز وكذلك المدة ما غديش تجاوز ساعة ومكان البحث ديال ميغناطيس فهو عبارة عن بئر قديم وبالنسبة لكاشف المعادن فغدي نقوم بالبحث في قطعة أرضية فلاحية مجاورة كذلك البئر القديم وانتمنى ان شاء الله ألقى بشي حاجة زوينة أجيب نشوفوشكم غير بحث التحدي بسم الله نبدأ التحدي بتمنى ويجبت شي حاجة أوه قطعة لاحظوا لاحظوا شنجبت هادي أداة هادي أداة فلاحية أول قطعة ضموص بعد مجموعة من رميات استطعت انني نشبت هادي يا بسم الله ودائما منيك اللوح ها كان بقى نحرك هكا وسط البئر كان بقى نحرك بشكل مربع اولا بشكل دائري نشوفو دابان اوه لاحظوا قطعة أخرى لاحظوا قطعة هادي 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 فرخات الباب لاحظوا لاحظوا هناك يكون السارود شوفوا معايا هادي بلاست السارود قطعة هادي احتمال انها تكون دائل الباب دائل البئر لاحظوا المسمار قادم ما زال فيها ها المسمار دياله قديمة هادي بسم الله برو كيف ما كتلاحظوا بالوار ملاحظة ذيكت ديالها تحت كبيرة بزاف. شوفوا شنو هنو. طه كينا قطعة. لاحظوا لاحظوا شنجبت. قعدوا هادي الشكل دياله كدلك غريب جدا. يا بسم الله. شوفوا على قطعة كيف الشكل دياله. لاحظوا القوة دي المغناطيس. قطعة غريبة كدلك. ما عرفش الاستعمال ديالها. لاش كيكون. نكمله. هنشوفو شنو هنو. اه كينا قطعة. لاحظوا ايا 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 ادات فيلاحية كدلك. لاحظوا الشكل دياله وكيفاش حصلت. ادات ادات فيلاحية كدلك. لاحظوا هادي كبر من هادي يعني في هاد البقر هادا لقينا جوجب. بموص. لحت شحال مرة. ولكن مش بتوالون شوفوا هادي اخر رمياق انضن. اه. 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 لاحظوا لاحظوا شنو كين هنا يا لاحظ. اه شنو ما هاد? هادي قطعة اش لاحظو كيم هرس اه لاحظو الما المكية كل قطعة. لاحظو لاحظو كتفرتت قطعة هادي مهم الوقت انتهى قطعة كذلك هادي. لاحظو تايا متهالكة تقدر هادي تكون قيلادة. تقدرش كون قيلادة ولكن ما قطعة قطعة. والشوائب دائما الشوائب لاحظو. يا با لازم نسدو هادي البير. ما نخليه وش هاكا البير. حسنا نسدوه. مش ما يطاح فيه شي حيوان او الله. ودابا غادي نبدأ التحدي بكاشف المعادن في هاد القطعتين الفلاحيتين اللولة هاية والتانية هاية في الاسفل. واللي ما مشتركش معايا في القناة يشترك معانا في القناة ويدعمنا بواحد لايك ويخلينا واحد تعليق. انتمنى كذلك القشحة جزوينة تابعوا معايا التحدي للنهاية. غادي نبدأ التحدي ديالي يا بسم الله. غادي نشتغل بلوموت ديال القطعة النقدية غادي نحاول نقص الحساسية باش نستطع التقط غلق يتعليف السطح. وعلى بركة الله. هنا اشارة. يا بسم الله. والارض رطباء. هادي تساعدنا كذلك في البحث بسرعة. هيا خرجت. شوفوا ما هي. يا بسم الله. هيا هنا. هيا. قطعة الفونسو الفونسو دوسة هذا الف وتمينمية وتمينية وسبعين. قطعة جميلة لل الفونسو الف وتمينمية وتمينية وسبعين. بامو. هنا اشارة. بسم الله. هنا قريبة هنا فوق السطح. هيا خرجت هنا. نحاول نصرعه شوية. لأن هذا تحدي. ما هي. قطعة. رحتوها. قطعة. بلي. بلي الليون بلي الاسد على ما اعتقد القوبرنو بروفيزيونال. وبجانب الحائط ديل السهريج. بامو. هادي اشارة جميلة. بعد ما تحولت القطعة الارضية الثانية. بسم الله. خرجت. هيا هنا. بسم الله. هيا هنا. ها هي قطعة. ها هي. قطعة كذلك. ما واضحش الشكل ديالها. ولكن قطعة كذلك. بامو. مصد. ولي يكون في العلم ديال الجامع بأن البحث. في الارض المحروطة. راكي يختالف. على الارض اللي ماشي محروطة. هنا اشارة. تقريبا اشارة جميلة. ساعة عشرين وفوق السطح. نشوف اشنو هي. بسم الله. ها هجيت فيها نيشان. شنو هي هادي. اه لاحظوا. لاحظوا لاحظوا شنو هادي العجب. اشارة جميلة. واو. يكمشي هاجة قديمة. ما عرفت شنو هي هادي. اه كنت تحيد. ساين ساين. بامو. اشتركوا في القناة. بطن بطن هذا قربنا نصل إلى النهاية للبحث للتحدي سد الحفراء قربنا نصل إلى النهاية وقت هنا نعمل قليلا بسرعة والسرعة ما صالحة قطعة 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 نعمل بسرعة بسرعة قطعة وصلنا إلى النهاية المغناطس وكشف المعادن هذه القطعة المغناطس قطعة 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 تستعمل في البئر ومازال فيها مصمار وكذلك القطعة النقدية المتآكلة جدا. والتاريخ ديالها ما واضح لاهضوا الشكل ديالها. اذا نتيجةpants ستة ديال القاطعة وبالنسبة لحاصيلة ديال كاشف المعادن قطعة هاي ديال الفونسو ديال سنة الف وتمينمية وتمينية وسبعين قطعة جميلة كذلك. هذه كذلك قطعة ديال القبرنمو برويفيزيونال ولكن تاريخ ديالها ما واضح ليش. هذه كذلك قطعة ديال толькоبرنمو برويفيزيونال لان لاحظوا في الاسد ولكن تاريخ ما واضح ليش. وهذه نفس الحقبة ديال سنة 1800 كذلك هاد القطعة هادي اللي مكسرها ولكن تاريخ ديالها كذلك ما واضحش. لقى هاد الزر هادا كذلك هاد البوتون وهاد القطعة هادي اللي صار هالشكل ديالها غريب جدا ما عرفش الاستعمال ديالها وما عرفش اين تاريخ يقدر يكون عندها. اذا الحصيلة ديال كاشف المعادل كذلك ستة ديال القطعة والنتجة هي التعدل بين مغناطس النوديوم وكاشف المعادل ونهاية ديال التحدي وكنتمنى يعجبكم التحدي دياليوم وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وكذلك بلاي لايك وبارتاجي ولي فيديو وخليونا التعالق وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونهاركم مبروك والسلام عليكم. اشتركوا في القناة